موسيقى أم أننا نتجه نحو عالم خال من النحل؟ نحن مربو نحل رحالون إننا ننقل خلايا النحل إلى مكان تفتح الأزهار لزيادة فرصنا في تحقيق عوائد أفضل عندما بدأت تربية النحل برفقة والدي كنا نملك مئتي خلية وكان العائد منها يكفن لكسب لقمة العيش استثمرنا في النحل وتمكن والدي من بناء منزله الخاص نملك حاليا ألف خلية لكننا بحاجة لتوسيع المشروع بشكل مستمر لإنتاج نفس الكمية السابقة من العسل لقد كان لدينا سابقا خسائر بنسبة أربعة في المائة تقريبا بسبب بعض الخلايا غير المنتجة لكن خسائر اليوم أكبر بكثير وقد تصل إلى 35% أصبح الأمر شائعا أن تجد مئة خلية ميتة في كل منحل هذا أمر محزن بالنسبة لي ومن الصعب تقبله من الصعب تحمل هذه الخسارة لاحظ مربو النحل الفرنسيون منذ عشرين عاما خسائر فادحة في مستعمرات النحل فموت النحل لا يقتصر على فرنسا فحسب بل إن غابات آسيا تعرف تناقص أعداد النحل العملاق آبس دورساتا وهو نحل بري مهاجر يبني خلياه في الهواء الطلق لجذب الملكة ومستعمرتها يقوم صياد العسل بتثبيت أغصان الأشجار المائلة المغطاة بالشمع ترجمة نانسي قنقر سأضعها في النلو لن أخذ كل الأمشاط حتى يتمكن النحل من العيش هنا في السابق كان هناك العديد من مستعمرات النحل لدرجة أنني لم أكن قادرا على جمع كل العسل أما الآن لا يوجد إلا عدد قليل من المستعمرات لم يعد هناك أشجار ولا غابات تقريبا لقد باع الناس أراضيهم للشركات الكبيرة ليقوموا بتطهير المنطقة واستغلالها في الزراعة أخشى حقا أن تندثر الغابات قريبا أين سيعيش النحل حينها؟ لقد كان هناك الكثير من مستعمرات النحل في السابق قبل ظهور الشركات وكنت أحصل على الكثير من العسل الآن اختفى كل شيء تقريبا لدينا مثل مأثور يقول حيثما وجدت الغابة تتواجد الحيوانات وحيثما وجدت المياه تتواجد الأسماك لكنني أقول حيثما وجدت الغابة يتواجد النحل إنه بحاجة للغابة لإطعام صغاره مثل ما نفعل نحن في أمريكا الجنوبية يميل مربو النحل إلى تربية نحل العسل الإفريقي وهو نحل هجين يجمع بين النحل الأوروبي والنحل الإفريقي إنه أكثر مقاومة للأمراض وشريس في الدفاع عن نفسه هذا يكفي توقف أعطني الملقط لا، ضع الصندوق فوق ذلك الإطار يمكنك إعادة وضع الإطارات إنها مستعمرة جيدة ستتعافى بسرعة تربية النحل كانت مهنتي منذ صغر منذ أن كان والدي يملك بعضا من خلايا النحل في العام الماضي فقدت خمسين مستعمرة نحل على بعد مائة متر في هذا الاتجاه ومائتي متر في الاتجاه الآخر توجد مزارع للطماطم التي تتطلب الكثير من المنتجات الكيموية وإن لم تزهر نباتات أخرى هنا سينتقل النحل إلى تلك المزارة ويموت تحت تأثير المبيدات لتجنب ذلك نبحث عن مناطق لا تمارس فيها هذه الأنواع من الزراعة وهذه هي الطريقة الوحيدة لتجنب موت النحل لم تقطع الأشجار في هذه المنطقة منذ أكثر من ثلاثمائة عام لذلك تتوفر في المنطقة أنواع كثيرة لا توجد في أي مكان آخر لقد ابتعدنا حوالي ثلاثمائة كيلو متر عن بلدتنا لأنه لا يمكن إبقاء نحلنا بالقرب من المزارع التي تستخدم المواد الكيميائية فقدنا العديد من المستعمرات نتيجة لذلك لقد فقدت أربعين خلية دفعة واحدة في إحدى المرات لهذا السبب قررنا لابتعاد عن هذه المنطقة الزراعية هنا لدينا سبع خلايا بها الكثير من اليرقات أترون؟ ميزة هذا النوع من النحل تكمن في قوة جهاز المناعة لديه فهو لا يحتاج إلى رعاية إضافية ويتمتع بصحة جيدة الخلية ممتلئة بالكامل والملكة تنتج بشكل طبيعي تربية النحلي عمل صعب للغاية إنه ليس بالعمل الذي تقوم به فقط من أجل كسب المال كل عام يتم شراء مساحات شاسعة من قبل الشركات لممارسة الزراعة المكثفة وهي تستخدم مبيدات حشرية قوية للغاية لذلك من المستحيل تربية النحلي بالقرب من هذه المزارع منذ أكثر من 25 عاماً تمت ملاحظة موت النحلي في فرنسا وأوروبا وفي جميع أنحاء العالم يتفق العلماء على أن المبيدات بصفة عامة والمبيدات الحشرية على وجه التحديد تضعف النحلى وتجعله أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والطفيليات هذا بالإضافة إلى ظهور أنواع غازية مثل الدبابير الآسيوية وطفيليات الفارو المدمرة وعدة أمراض أخرى لقد مارس البشر ضغطاً كبيراً على هذا النظام من الملقحات وعلى النحلي بشكل خاص من بين المبيدات المختلفة توجد مبيدات الفطريات ومبيدات الأعشاب مثل أليغليفوسات والمبيدات الحشرية ففي أوائل التسعينيات طورت صناعة الكيمويات الزراعية نوعاً جديداً من المبيدات الحشرية إنه مبيد أنيو نيكوتينويد بنوعيه أثياميثوكسام وليكلو ثانيدين تغلف هذه الجزئيات البذرة بأكملها وتعمل بانتظام داخل النباتات طوال دورة حياتها كما أن تأثيرها يظهر على حبوب اللقاح ورحيق الأزهار وتلوث التربة ويصل إلى أي نباتات مستقبلية ولسنوات عديدة قادمة هذه هي البذور المغلفة هذه حبات الذرة المغلفة بالإميدا كلوبريد وهنا بعض بذور عباد الشمس زرقاء اللون من السهل تمييزها أليس كذلك؟ عادة ما أبدأ أعجابي بصانعي هذه المبيدات الحشرية فهي أقوى مبيدات حشرية تم طرحها في السوق على الإطلاق في نهاية التسعينيات أصبحت على دراية ببعض الجزئيات وبدأت حينها التعمق في هذا الموضوع ولأنني متخصص في السموم العصبية صدمت عندما علمت أنه تم طرح كميات هائلة من هذه الجزئيات المسمومة في الأسواق لاستعمالها في الزراعة قلت لنفسي لا يمكن أن يحدث هذا لا يمكننا استعمال هذه الجزئيات في الطبيعة لأنها ستؤثر على كل كائن حي سيكون تأثيرها أكبر على الحشرات ولكن تأثيرها سيطال كل الكائنات الحية الأخرى بما فيها البشر مع استخدام هذه السموم بكميات هائلة في جميع أنحاء العالم ليس من المستغرب أن يكون لها تأثير سلبي على التنوع البيولوجي العالمي مرحباً هل تستطيع شركة باير أن تبع لنا بعض الصم؟ نريد شراء الصم أود قتلى نحلي جاري مرحباً أنه المكالمة ربما كنت عدوانية أنا أقل عدوانية من مبيداتي اليوني كوتينويد هل ترغبين في إجراء محادثة معنا؟ عندما تتوقفون عن صنع هذه المبيدات هذا ليس اختصاصي أعمل في مجال البذور لكن أليس هذا مرتبطاً بالبذور؟ إنها لحماية المحاصيل المحاصيل تأتي من البذور لا تخدع نفسك هذا حقاً ليس اختصاصي ربما لكن هذا هو المكان الذي تعمل فيه لقد أنتجتم نباتات معدلة وراثياً بمبيدات نيو نيكوتينويد على الرغم من أن هذا غير مسموح به يبدو أن القوانين لا تحترم في مونسانتو في السابق اعتدنا على أن لا نفقد الكثير من النحل وكنا في أسوأ الحالات نفقد خمسة في المائة من مخزوننا سنوياً في الوقت الحاضر نخسر من 35 إلى 40% على المستوى الوطني وفي منطقتنا قد تصل نسبة الخسارة إلى 80% يحصل هذا النوع من الخسائر عادة عند استعمال مبيدات الحشرات في الزراعة أو عند معالجة محاصيل القمح والشمندر في عام 2002 حدث هذا لعائلة وفقدنا كل خلايا النحل خلال ثلاثة أشهر فقط كان مبيد الفبرونيل السبب في ذلك إنه مبيد حشري من فئة مبيدات نيو نيكوتينويد تعد فرنسا أكبر مستهلك للمبيدات في أوروبا وتحتل الرتبة السابعة عالمياً يسمح هنا باستعمال أكثر من مئة جزيء كيميائي مختلف مبيد فيبرونيل محظور حالياً إلا أنه تباع العديد من المواد الأخرى المشتبه في قتلها للنحل اعتدنا في السابق على إنتاج مبيدات حشرية تغلف البذور فقد قام بعض مربي النحل على انتقاد هذا الأمر بشدة وهذا ما جعلنا نهتم بعالم النحل وبتربيته لذا قمنا بتثبيت بعض المقاييس الرقمية والتي تسمح لنا بمراقبة نشاط النحل لتتبع أوقات مغادرة النحل وعودته إلى خلاياه بهذه الطريقة نتجنب معالجة النباتات في أوقات خروجه من خلاياه رغم أن استعمال هذه المبيدات هو إما أمر غير قانوني أو غير موصن به الأمر لا يتعلق بالمنتجات العادية المخصصة لحماية النباتات ولا يتعلق هذا بأي حال من الأحوال بمعالجة النباتات المريضة الأمر متعلق بهذه المبيدات التي تستخدم لمكافحة الحيوانات والحشرات الضارة إن التقليل من استخدام هذه المبيدات هي تدابير غير كافية لأن حتى استعمالها في الحدود الدنيا لا يلغي تأثير هذه المبيدات يمكن حماية النباتات لكن سيكون ذلك دائما على حساب الكائنات الحية الأخرى مبيدات النيوني كوتينويد هي مجموعة متنوعة من المبيدات ولكن ليس كلها لها نفس التأثير على الملقحات الحديث عن المبيدات أصبح من المحرمات حالياً لكنها منتجات مفيدة ومازالت تساعد في التغلب على الأمراض والحشرات الضارة الهدف هو استخدامها بفعالية وبكميات أقل إن رفض استعمالها في هذه المرحلة أمر غير عملي وغير واقعياً على الإطلاق ملعقة واحدة فقط من مادة أنيو نيكوتينويد كافية لقتل أكثر من مليار نحلة ما مدى خطورة مخلفاتها التي تنتهي في البيئة لذا يقوم علماء من معهد الأبحاث التابع لوزارة الزراعة الفرنسية بتركيب رقاقات إلكترونية على ظهور النحل لدراسة آثار جرعات المبيدات الخفيفة لقد كرسنا دراسة للإجابة على سؤال هل يعود النحل من المحيط المعالج بالمبيدات إلى خلية النحل بعدما يتعرض لجرعات خفيفة من هذه المواد أم لا؟ إذا عادت النحلة الحاملة للجهاز إلى الخلية سوف تمر عبر هذه الأنفاق الصغيرة هنا وسيصدر النفق إشارة لاسلكية وبعدها تقوم الشريحة الإلكترونية المتصلة بظهر النحلة بإرسال إشارة بالرقم الخاص بها والتاريخ ووقت عبور النفق هذه التكنولوجيا تسمح لنا تماماً بتتبع كل نحلة على حدة نحن ندرس كمية المبيدات التي تؤدي مباشرة إلى موت النحلة عندما نختبر النحلة بشكل فردي لا نرى معدل وفيات بشكل واضح عندما نطلق صراحة هذا النحل بشكل فردي يعود في بعض الحالات ولا يعود إلى الخلية في حالات أخرى ويؤدي هذا إلى وفاة الأفراد بطريقة غير مباشرة لأن النحلة التي لا تعود تموت النحل بحاجة إلى مستعمراته للبقاء على قيد الحياة والاختبار جرعات المبيدات الحشرية التي لها آثار ضرة على صحة الحشرات خصوصاً استخدمنا ذبابة الفاكهة الشائعة كنموذج لهذا الاختبار فكل علماء الأحياء يعتبرونها حيوان مختبر مناسباً لذلك أجرينا اختبار ذا جرعة دوائية فقتلت الذبابة عندما قسمنا هذه الجرعة على عشرة لاحظنا وجود تأثيرات قوية وبعدها خففنا الجرعة بشكل تدريجي حتى وصلنا لعمل ثمانية ملايين لنلاحظ أن التأثيرات ما زالت واضحة ولسيما على التكاثر والخصوبة والاقتران الجنسي وحتى التأثير على السلوك وهذا يعرض بقاء هذا النوع للخطر فالجرعة التي نكتشفها في الطبيعة كافية لإحداث أثار ضرة للغاية على جميع الكائنات الحية لنجد نشغل التأثير في العلمان لإجتماع التأثير في العلمان كقالبو وبعدها وجهك أعجبك هذا؟ هل طعمها جيد؟ احذر، إنها كبيرة جداً بالنسبة لك لا تتلعها دفعة واحدة، امضغها، وإلا ستختنق في الواقع، أنا لست مربية نحل، أنا من دعاة الحفاظ على النحل في هذه المزرعة لدي أربع خلايا أنا لست مهتمة باستغلالها لتحقيق مكاسب تجارية ولكن وجودها هنا يساعدنا في تلقيح مزرعتنا كما أريد أن يكون للنحل مكان يشعر فيه بمزيد من الاسترخاء والأمان أن حالون الشباب يعتقدون أنني مجنونة لا أعرف شخصياً أي امرأة تحب النحل مثلي القهوة قادرة على تسميد كل شيء من تلقاء نفسها لكن عندما يوجد نحل في حقولنا فإن الأزهار تلقح بشكل أكبر وتدوم لفترة أطول وكلما نمت الثمار تكون الجودة أفضل وتزداد كمية حبوب البن عند حصادها لذا فإن وجود النحل في الحقول يعد فائدة كبيرة للمزارعين هذه هي ثمار الأرض في سانتواريو تنتشر الزراعة الأحادية وقلة فقط من الناس تنوع محاصيلها الزراعية يمتلك شخصان أو ثلاثة مزارع كبيرة جداً وهم غير مهتمين كثيراً بما يحدث هنا إنهم يريدون الإنتاج على نطاق واسع لأن تغطية احتياجات مزارعهم مكلف ومن المهم بالنسبة لهم حماية حقولهم من الحيوانات والحشرات غير المرغوب فيها لكن هذه الحشرات لن تسبب مشكلة إذا انتشرت في حقول مختلفة فبعضها قد يفضل البرتقال والآخر نبتة الزرا أو العشب أو أزهار البن في الماضي كانت الحشرات تتوزع بشكل جيد على مختلف الحقول إذا مارس المزارع الزراعة الأحادية ستظل الحشرات تأكل نباتاً واحداً فقط إذا زرعت القهوة فقط فإنها ستأكل أزهار القهوة لا غير وعندها ستكون لدينا مشكلات عندما نسيء تفسير الأشياء نتفاعل بشكل سيء مع النظام البيئي في يوم من الأيام سنفهم جميعاً أن الغذاء هو ما يجلب السعادة وليس المال إذا اختفى النحل من هذا الكوكب فستكون لدينا إمدادات غذائية لمدة ثلاث سنوات فقط ومن دون طعام سنموت جميعاً سواء كانت للمرء مزرعة كبيرة متوسطة أو صغيرة الحجم فلا يمكن لأي منها البقاء من دون نحل موسيقى 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 يهتم العلماء أيضاً بهذا النموذج ففي هذا المختبر المفتوح الممتد على مساحة 450 كيلو متراً مربعاً يقوم فريق من المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي بفحص التلقيح وتأثيره على إنتاجية المحاصيل يتم تحديد محصول زهرة عباد الشمس على سبيل المثال حسب قطر الزهرة الذي يتكون من مئات الزهور ويجب تلقيح كل هذه الأزهار حتى تنمو بذور عباد الشمس واعتماداً على ما إذا تم تلقيح نصف الزهرة أو كلها فهذا يؤثر على المحصول بشكل كبير ويمكننا رؤية البذور بوضوح في هذه الزهرة إنها ليست كبيرة في هذه الجهة لكن في وسط الزهرة يوجد المزيد منها ومع ذلك فقد كان هناك الكثير من الأزهار غير أنه لم يتم إخصابها أو تلقيحها لذا فإنها لا تنتج البذور في دراستنا لعباد الشمس تمكننا من إثبات أن فرق المحصول بين قطعة أرض خالية من النحل وأخرى غنية بالنحل قد يصل إلى 40% وهو رقم ضخم نحصل على نفس النتائج سنوياً ونفس الشيء ينطبق على بذور اللفت وبمجرد أن أثبتنا أهمية الملقحات ولا سيام النحل فكرنا في الطريقة التي يمكننا من خلالها زيادة أعداد النحل في الحكوم من الواضح أن المبيدات الحشرية تضر بالملقحات وأثبتنا أيضاً أن مبيدات الأعشاب ضارة بالنحل البري الذي يتغذى حصراً على الأزهار البرية إنهم يقضون على الموارد الغذائية للنحل فمئة في المئة من مساحة هذه المنطقة مخصصة للزراعة البيولوجية هذه زهرة عباد الشمس حيث تم تلقيح جميع الزهور تقريباً كما يمكننا رؤية انتفاخ البذرة ينطبق الأمر نفسه على جميع الأزهار تقريباً في هذا المكان مما يقودنا إلى استنتاج وجود الملقحات بشكل أكبر في هذا الحقل ففي هذه المقارنة قمنا بدراسة ما نسميه حل النحل إنها محاولة زيادة المحاصل الزراعية بالاعتماد تحديداً على النحل وعن طريق تقليل المعالجة الكيموية وزيادة مساحة الأراضي غير المزروعة في الجوار هذه الطريقة تقف على النقيض من الزراعة التي تحاول زيادة المحاصيل باستخدام منتجات حماية النباتات والمبيدات الحشرية والأسمدة ففي كلتا الحالتين يمكن أن تزيد الغلة بدرجات مئوية ولكن في السيناريو الخاص باستغلال النحل في حقول بذور اللفت مثلاً يرتفع عائد المحصول إلى 160 يورو للهكتار دون تكاليف إضافية في حين أن الزراعة الكيموية لا تحقق أي أرباح بسبب التكاليف الإضافية لهذا فالفوائد المفترض لهذه المنهجية منعدمة فلا إنتاج في غياب التلقيح تمتد حقول اللوز بكاليفورنيا على مساحات شاسعة وبها يتم إنتاج 80% من اللوز في العالم وتبلغ قيمتها التسويقية أربعة مليارات دولار ولتلقيح أشجارهم يستأجر منتج اللوز شاحنات كاملة مليئة بخلايا النحل من جميع أنحاء البلاد فالزراعة الأحادية المكثفة ومبيدات الأعشاب تجعل الأرض معادية للنحل يتم تكلف فرق خاصة بفحص سلامة خلايا النحل بانتظام وهذه الجهود مدعومة ماليا من قبل شركات الكيمويات الزراعية الكبرى يوجد في كاليفورنيا حوالي مليون هكتار من اللوز ويتطلب ذلك حوالي مليوني خلية نحل سنويا أي حوالي ثلثي مخزون خلايا النحل في الولايات المتحدة وبالنسبة لمربي النحل الذين لا يأتون بأنفسهم إلى كاليفورنيا لفحص سلامة نحلهم فنحن بطبيعة الحال غير قادرين على متابعة العملية بأكملها فإننا نأخذ عينة من كل مجموعة فرعية ونراقب دائما طفيليات الفروى المدمرة يقطن هذا النحال في داكوتا الشمالية لكنه يسافر طوال العام عبر تكساس وكاليفورنيا وداكوتا الشمالية هو متواجد حاليا بين أشجار اللوز سيقوم بالتأكيد بشحن النحل إلى تكساس وعندما يكون الجو دافئا في داكوتا الشمالية سيرسل النحل إلى هناك ثم يكرر نفس العملية في العام المقبل سيرسل الآن بس Little سيرسل الآن سيرسل لدينا هنا سبع عشرة حشرة رقم مرتفع جدا عانى بعض مربي النحل الذين سنقوم بفحص خلاياهم في الأيام والأسابيع المقبلة من وفيات مرتفعة تفوق الخمسين في المائة كما سنقوم بزيارة أحد مربي النحل الذي فقد ثلاثة ألاف خلية من أصل أربعة ألاف يعتبر التلقيح في صناعة النحل الأمريكية مصدر دخل أكبر لمربي النحل حيث إن الصناعة بشكل عام تعتمد على عقود التلقيح أكثر من اعتمادها على إنتاج العسل إن ارتفاع الحاجة المتزايدة للتلقيح مرتبط بنمو الأراضي الزراعية المعتمدة على التلقيح ومن المؤكد أن الزراعة تنمت في جميع أنحاء العالم بشكل أسرع من عدد مستعمرات النحل ففي أوروبا نخسر سنويا عدة ملايين من خلايا النحل حتى تتمكن الزراعة من تلقيح محاصيلها ويعتبر هذا تحديا استراتيجيا إذ تقدر قيمة التلقيح في فرنسا بملياري يورو وهو ما يوفره النحل للزراعة مجانا فقيمة التلقيح المالية ستكون أعلى إذا تم تلقيحها يدويا وقد تصل لعشرة مليارات وهذا سيقضي على البطالة وقد تمثل مبادرة ممتازة من وزارة العمل في حال دعمها أصبح العالم الخالي من النحل حقيقة في مناطق معينة من الصين إذ أدت الزراعة الأحادية والاستخدام المكثف للمبيدات الحشرية في مزارع الفواكه بمنطقة سيشوان إلى تراجع أعداد النحل والحشرات الملقحة بشكل كبير منذ أكثر من ثلاثين سنة بدأنا نعمل بالتلقيح اليدوي منذ عشرين عاما على الأقل لا نملك العدد الكافي من النحل لتلقيح جميع مزارع الفاكهة لذا نعتمد على التلقيح اليدوي نستخدم معدات خاصة للحصول على حبوب اللقاح من الأزهار الذكرية لشجرة التفاح ثم نستخدم عصر ريش هذا لتلقيح الأزهار الأنثوية يستغرق تلقيح هذه المزارع يدويا حوالي شهر نحن بحاجة إلى مبيدات حشرية للقضاء على الأمراض وهذا هو سبب انخفاض أعداد النحل في منطقتنا نحن بحاجة إلى مبيدات حوالي شهر عندما يرشون الأشجار بالمبيدات الحشرية فالنحل يجمع هذا الرحيق السام وينقله إلى الخلية وبهذه الطريقة يموت النحل فبمجرد أن يبدأوا برش الأشجار بالمبيدات علينا نقل النحل إلى الجبال لا يوجد تلوث بيئي أو أي نشاط بشري في الجبال إنه مكان مناسب للنحل لجمع حبوب اللقاح رضي اي وكله رضي اي وكله أصقال لانه اي 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 تلك لا يمكن أن يصبح العالم خالياً من الحشرات ولن يحدث هذا أبداً سنواجه مشاكل غذائية خطيرة للغاية لذا علينا عاجلاً أم أجلاً مواجهة المشاكل التي يسببها التراجع السريع للحشرات الملقيحة أعتقد بأننا قمنا بعملنا كباحثين لقد أثبتنا أن هذه المشكلات حقيقية وأن مبيدات نيو نيكوتينويد لها تأثيرات سلبية على التنوع البيولوجي وعلى النحل وعلى صحة الإنسان أيضاً لقد قام النحالون بعملهم ودقوا نقوس الخطر وقدموا التقارير وحاولوا بكل جهد حماية النحل والملقيحات يجب الآن على حكومتنا أن تتحمل مسؤوليتها بأخذ الأمور بجدية وهناك الآن وعي عالمي بهذه القضية ومع ذلك لا يزال السياسيون يتمطلون في وضع تشريع ينظم استخدام المبيدات في الواقع يتم استخدام أربعة ملايين طن من المبيدات في الزراعة سنوياً في جميع أنحاء العالم ففي أوروبا وبعد مفاوضات طويلة تم حضر ثلاثة من أصل خمسة من مبيدات أنيو نيكوتينويد في عام 2018 لكنه لا يزال مسموحاً ببعض المنتجات السامة سيقودنا هذا النهج حتماً نحو عالم خال من النحل كل من الشركات الناشئة أو العالمية والجامعات تبحث عن حلول بديلة لضمان استمرارية التلقيح مثل ملقحات الدرون أو فقعات حبوب اللقاح أو الرش الآلي إنه سباق تسلح تقني للاستحواذ على السوق نقوم حالياً بتطوير نظام تلقيح ميكانيكي إنه نظام شامل يبدأ بإنتاج حبوب اللقاح وينتهي بتلقيح الزهرة لذا نستخدم آلات تسمح لنا بإطلاق حبوب اللقاح على الشجر بدلاً من رشه نحن نتوقع حدوث أزمة عالمية خلال 15 سنة من الآن ما دمنا لا نحصل على ما يكفي من الحشرات للقيام بالتلقيح حينها سوف تختفي معظم الفيتامينات والأغذية صناعة اللوز في كاليفورنيا تدفع بالفعل حوالي 400 مليون دولار لخلايا النحل سنوية وحتى هذا لا يكفي إنها سوق كبيرة تستحق الاستثمار وتحقيق الأرباح يتم حالياً اختبار حلول مستقبلية أخرى إذ يقوم فريق من جامعة هارفرد بتطوير عدة أنواع من النحل الآلي يهدف إلى إنشاء أسراب مسيرة من طائرات النحل الآلية بحجم 80 ميلي جرام لتلقيح حقول بأكملها تقدم الشركات الكبيرة الآن حلولاً تقنية مثل النحل الآلي المحصني ضد المبيدات الحشرية لكن مرة أخرى المبيدات الحشرية لا تؤثر فقط على النحل فحتى نحن بني البشر بحاجة إلى الحماية كما التنوع البيولوجي الذي نعيش فيه في مختبرات كوريا الجنوبية وفي جامعة أوستن في الولايات المتحدة بدأت تجربة جديدة ترى النور إذ يعمل علماء الأحياء على تطوير نحل معدل وراثياً الفكرة هي تغيير جينات النحل ليصبح أكثر مقاومة للمبيدات الحشرية علينا أن نكون حذرين وأن لا نخاطر بكوكبنا وبالبشرية من أجل المصالح الاقتصادية لا يمكننا استبدال دور النحل التلقيح بطائرات الدرون والآلات لن يكون له أبداً نفس مفعول النحل هذه التقنيات لن تكون قادرة على التعايش مع النباتات ولا مع الأنواع الأخرى لذا فمن واجبنا رعاية النحل وحمايته وضعية النحل حالياً أشبه بنظام الإنذار في كوكبنا النحل على وشك الانقراض غير أنه هناك في المقابل تزايد في الوعي الجماعي يعمل النحالون والمزارعون على تعزيز العمل المشترك كما هي الحال في بوليفيا حيث يقوم المزارعون بإنشاء مناحل جماعية لتلقيح محاصيلهم وتجنب استخدام المبيدات يمكن لكل شخصاً أن يساهم بخلية نحل وأن يوفر آخر الشامع ثم نقوم بجمعها معاً يمكننا جميعاً الاستفادة من هذا نحن مجموعة واحدة وسنعمل بشكل جماعي الكفاح مستمر على جميع المستويات فالنحالون يحشدون أنفسهم ويقودون المبادرات للتأثير على الرأي العام فيما تطالب مبادرة للمواطنين في أوروبا تضم أكثر من نصف مليون شخصاً بوضع حد للمبيدات الاصطناعية وبالمزيد من الدعم للزراعة الصديقة للبيئة من سان رافايل في أمريكا اللاتينية إلى باتنبانك في كمبوديا ومن سيفن إلى جزيرة جرويكس يتم إنشاء مراكز حماية للنحل المحلي والنحل المتوطن ففي كولومبيا يتم تقديم تربية النحل الآن كدورة تعليمية مجانية على المستوى الوطني وفي جامعة تولوز الفرنسية تم مؤخراً تقديم دورة تدريبية متخصصة في تربية النحل لرفع مستوى الوعي والمشاركة ونقل المعرفة فخلال العقود الثلاثة الماضية اختفت 85% من الحشرات على مستوى العالم ولقد حان الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة حتى نتمكن من سماع طانين النحلي من جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر